اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الكروشي يومنا نتعلم نشتغل مثل هذا البند للشعر او الكورون او المطاط طريقته سهلة هلا بعلمكم شون تعملو هدول الوردات الحلوين والشغل هون على المطيطة عريضة نشغل علي غراز طويلة من الكروشي بزرف نص عد زمان ممكن تعملو مثل هذا البند الحلو للصبايا والبنوتات اللي عنكم وهو بلونين الاحمر والابيض ممكن انتو تعملو غير الوان على حسب التياب اللي بتبلبسهم الصبية لشغل البند نحن بحاجة للون احمر وابيض ومطيطة على قد قياس رأس البند مع شعره طبعا هي بتختلف من رأس لراس يعني ممكن اكبر شوي او اصغر شوي وابرة كروشي لحتى ننجز العمل وابرة وابرة وخيط اول مرحلة بدنا نخيط المطيط مع بعض يعني نوصلن او نسكرن بدنا نشتغل باللون الاحمر على المطيطة هاي طبعا ما نخيطها منيح مش عم ما تنقطع وقت الاستعمال اول خطوة بنربط الخيط على المطيطة هالطريقة بدنا نشتغل غرز طويلة على داير على داير كل المطيطة بهالطريقة بدنا نشتغل داير نجد لح اشرح الكون ياها بالحكي من دخل منرجع السنارة لقفة المطيطة ومناخد خيط منقربها لقدام على طول على عرض المطيطة منشد الخيط على قد المطيطة ومنعمل الغرزة. نرجع مننزل لتحت ناخد خيط منلف على السنارة ومنسحب. منكمل كل المطيطة بهالطريقة. هلأ الخطوات الاخيرة بتغليف المطاط? شايفين طريقتها سهلة? القسم الاخير ازا بتكون مش هر تتحطوه على صوف. يعني لانهو لحييجي تحت الشعر ما لحيبين. خلصنا شغل داير المطيطة. من هون ازا بتكون بتخلو كل طرف لحال او ازا بتكون بتجمعوهون. بعد ما تاخدوا الاياس المزبوط لراس الطفلة او الصبية اللي عم تشتغلو لها البند. نوصل هلأ لشغل الوردة. بدي اشتغلكم متل هالوردة. هي طريقتها كتير حلوة. هي نفس طريقة هي بس هي بالسنارة الاصغر. هي سنارة يلي اكبر بس نفس الخيط. لشغل الوردات اللي بنحطن ع البند. نستعمل السنارة رقم ستة او سبعة. لحيستعمل انا رقم ستة. نشتغل خمسة واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. والعمود اللي بنشتغله هو عمود بلفتين. ندخلها بالرقم واحد السلسلة من تحت. بنشتغل نص العمود. بنرجع بنكرر. عمود بلفتين. نشتغل نصو. بصير عنا اربع غرز ع السنارة. بنشتغلهم مع بعض. ومنسكر. هلأ بصير عنا هون اربع عمود. اه بلفتين. نشتغل ع الداير يلي من من برة. وبعدين نشتغل على العمودين يلي من الداخل او من النص. بنبدأ تشغل من من برة. ع العمود. نشتغل عليه تمن عمود. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. يبث من عمودين يلي من الخارج او من الداخل او من من برة. نشغل على العمود الخلفي. يلي هو هاد. كمان نرجع بنشغل على تمان عوامين. واحد. اتنين. دلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تماني. ننتقل هلا لشغل على العوامين. يلي هون. نشغل على هادا العمود. خمس عوامين. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. ننتقل لشغل على العمود التاني يلي من جوا او من الداخل. كمان نشغل الخمس عوامين. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. نوصل لهاي. اول مرحلة من الشغل. هلقا منرجع بالشغل بغرس حشو او مكنوزة. على كل الداير. تبع هاي الوردة اللي اشتغلناها. هاي طريقتها جديدة. وانتو المتابعين القناة. حلويات طبخ اعمال يدوية. بحب انو تعرفوا على كل شيء جديد. تعايفين? هلقا ارجعنا بالشغل. اخر اربعة. غرز من هون. نعمل لون غير طريقة. واحد اتنين تلاتة اربعة. بقيان اتنين. نشغل على اليون. غرستان حشو. اخر اربعة فتحات. نشغل عمود بلفة. كمان قدامه عمود بلفة. والتنين الاخرانيات عمود بلفتين. نحصل على هاي. الزهرة الحلو. ممكن تعملوا كل زهرة لحالة. وممكن كلهم تعلقوهم مع بعض. مطمئنا الحامل هلا. نطلع ونرجع. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. نرجع منعيد نفس الخطوات. بنشغل اربعة عواميد بلفتين. طبعا بنشغل نص العمود. ونعيد نفس الخطوات. ودول مع بعض. بنشغل على العواميد اللي بره. بعضين على العمودين اللي جوا. بعدين بنعمل داير مكنوزة. واخر اربعة. اخر اربعة عواميد. او الفتحات الهون. اتنين كل واحد عمود بلفة. واتنين اخرانيات عمودين بلفتين. من خيطة بطريقة ما تزهار. انه في خياطة. بس ننخلص الزهرة او الوردة اللي بالنص. بننتقل للخياطة طبعا. الزهرة هي. وبعدين له. ما في داعي تقطعو الخيط. تنتقلو. ما في داعي تقطعو الخيط طبعا النهائي. هذا. من دخله بالشغل. لحتى ما يعود يبين. وكمان من خيطة. من النص. من الزهرة من مد الخيط للزهرة التالتة اللي هي هون. كمان من خيطة. من خيطة. بتكملوا انتو الخياطة. والخيط كمان هات من دخله بالشغل. وممكن كمان تخيطوها مع المطاط. عم بنسى اربط الخيط. هلا انا خيطت اول وحدة مع المطاط. ممكن كمان تخيطو هاي. يعني كل وردة شي غرستين. ما بتحتاج اكتر. موسيقى 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 يقطعوا الخيط. هون بتخلوها مفتوحة ازا بتكون او ازا بتكون بتخيطوها مع بعض بابروا خيط. بس يفضل انه تظل مفتوحة. هذا البند كتير حلو كمان اه وتبتلبسوه الطفل او الصبية. لايك للفيديو لايك صفحتي على الفيسبوك اشتركوا في قناتي على اليوتيوب. زوروا موقع المحترفة والخياطة السريعة. شرقوا بقناة حلويات طبق اعمال يدوية. شكرا لكم والى اللقاء.